يمثل نشاط الطفل الحركي الزائد مشكلة تؤرق والديه والمتعاملين معه ليس فقط لكونه مصدر إزعاج متكرر يفقدهم تركيزهم ويبطئ من إنجاز أعمالهم ولكن لأنه أيضا يعرض نفسه وغيره لمخاطر كثيرة ويتمثل النشاط الحركي الزائد للطفل فيه الحركة المستمرة بصورة عشوائية ودون هدف ولا ضابط عدم قدرته على إنجاز أي عمل أو واجب يقوم به وحده قصر مدة انتباهه ومده فتركيزه لا يستمر إلا وقتا قصيرا جدا كثرة الكلام والنسيان سرعة الانفعال وعليه يصبح من المهم للوالدين علاج ذلك من خلال توفير مناخ نفسي مناسب يسوده الحب والحنان والدفء العائلي تعليمه نشاطات هادفة وتوجيهه برفق إذا أخطأ ومساعدته وتشجيعه على إتمام مهامه المكلف بها تحميله المسؤولية عن بعض المهام المناسبة لسنه وامتداحه ومكافأته إن أجاد القيام بها توجيه طاقته نحو ممارسة بعض الألعاب الرياضية المفضلة لديه وتوفير بعض اللعب التي تحتاج للطاقة والمجهود مثل لعبة القفز على وسائد مطاطية الاستفادة مما يحبه ويفضله في تنمية قدرته على ضبط نفسه كأن نشترط عليه كي يحظى بوقت أطول في ممارسة لعبته المفضلة أن يلعبها بهدوء عقد الاتفاقات معه فكلما التزم بآداء السلوكيات والمهام المطلوبة المرغوب بها مدة معينة نقدم له المكافأة المتفقة عليها مع إطالة هذه المدة تدريجية وعلى الوالدين أن يتحلي بالاهتمام والصبر اللازمين ليتمكن من جعله أكثر اتزانا وتركيزا وإنجازا مع استثمار نشاطه الزائد فيما يفيده ويسعده حتى يتخطى هذه المرحلة من حياته على نحو أفضل